شابة يمنية لا يتوقع من يراها لأول مرة أنها فتاة تبلغ من العمر 18 سنة لكن أهوال الحروب كانت الحجز بينها وبين العيش مثل قريناتها من الشابات في العالم وما هي إلا إنسان يمني آخر يدفع ثمن فاتورة الانقلاب في اليمن وزنها عادة من عالية أثنى 9 كيلو وعشرها وخمسين جرام والآن 16 و300 جرام كشفت حالة سعيدة الوضع الإنساني المتردية في مناطق الصراع دمرت الحرب حلقها وعاشت أياما صعبة لم تتمكن من التنفس فيها أدخلت على إثرها المستشفى لتعيش أسابيع تحت المراقبة الطبية إلا أنها مع ذلك تسعى للحديث ولو بصعوبة بالغة فقد أثقلت صمت جسدها الهزيل وباتت غير قادرة على الأكل بشكل طبيعي أحد الأطباء في مستشفى الثورة في صنعاء قال إن سعيدة أدخلت المستشفى لمعرفة سبب عدم قدرتها على الأكل وتبين أنها تعاني من سوء تغذية حاد ولم يجد والدها الذي ضاق به الأفق سوى الإقامة قريبا من المستشفى ليكون بجوار ابنته التي محت بابتسامتها ملامح الضعف ظروف إنسانية صعبة يمر بها السكان ومشقة كبيرة في تدبير احتياجاتهم تحذيرات من تفاقم الأزمة في اليمن البلد الذي يعيش في ظل اقتصاد ضعيف وخدمات متدهورة خاصة بعدما كشفت منظمات أممية بأن 28 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي في حين يستمر الإنقلابيون في ابتزاز السكان من يتسبب بالمزيد من الفقر والضعف في الخدمات الصحية جابر الجودي العربية